دلوقتي بقى هنروح مرة تانية لهالة عشان هنتابع معها أخبار الحقيقة وأخبار دلوقتي في رمضان أخبار مهمة جداً الأخبار الفنية خاصة هنبقى كمان وإحنا في ظل السباق الرمضاني سباق الدراما طبعاً في رمضان وهنعرف بقى إيه اللي بيحصل في هذا السباق مسلسلات كتير جداً اتفرجنا على الحلقة الأولى منها مبارح كان فيه كمان بعض المسلسلات اللي بدأت قبلها بيوم كل التفاصيل دي هنرفها مع هيلة خضالي يا هيلة صحيح يا جمانة هو فعلاً سباق رمضاني ومعنا النهاردة أخبار عن كواليس التصوير لبعض مسلسلات رمضان تعالوا نتعرف مع بعض على أهم الأخبار الفنية اللي بتحصل خصوصاً في ظل سباق دراما رمضان هنبدأ مع الفنانة مونة زكي اللي بتواصل تصوير مشاهد مسلسلها تحت الوصاية واللي المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان صناع المسلسل انتهوا من 80% من مشاهد العمل وبيتم تكسيف ساعات التصوير علشان يلحقوا ينتهوا من كل مشاهد العمل خلال أيام المخرج محمد شاكر خضير انتهى من منتاج الحلقات الأولى من العمل لتكون جاهزة للعرض خلال النصف الثاني من رمضان الفنان محمد دياب قال ان دوره في مسلسل تحت الوصاية هيكون مختلف وان نوع الدور والعمل ليستفز أي فنان يريد القيام به دياب قال انه من جمال المسلسل وجود النجمة الكبيرة منذكي مشيرا إلى انه لم يتم الانتهاء من التصوير حيث ان تنفيذ العمل صعب جدا وفريق العمل بيشتغل في عدة محافظات اقترب الفنان ياسر جلال من الانتهاء من تصوير كل مشاهد مسلسل الجديد علاقة مشروعة بمشاركة مي عمر وعدد كبير من الفنانين وهينتهي جلال من التصوير خلال الأربع أيام اللي جاية وهيدخل خالد مراي للمونتاج للانتهاء من العمل كله وتسليمه للشركة المنتجة كمان النجمة أمير كرار قال انه سعيد جدا بمسلسل سوق الكانتو وده لانه كان فيه تفاهم بين فريق العمل والتزامهم ساعد في الحفاظ على أجواء ممتعة ولطيفة داخل الكواليس وجه أمير كرار الشكر للشركة المتحدة للخدمات الأعلامية وأكد أنهم وفروا كل الإمكانيات الضخمة لخروج العمل بالشكل اللائق بيشارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني الجاري من خلال مسلسلي سر الباتع والكتيبة 101 واللي انطلق عرضهم امبارح بيظهر كريم في الحلقة الأولى من المسلسل الكتيبة 101 في دور قناص في بداية الحلقة اللي حققت النسب مشاهدة عالية في بداية عرضها كمان الفنان منظر ريحنا أكد أن كل القائمين على مسلسل جعفر العمدة عندهم مسيرة فنية كبيرة وأن الشخصيات في المسلسل مكتوبة بشكل مرسوم وكل فنان له شخصية الفنان الشاب أحمد داش كشف عن تفاصيل مشاركته في مسلسل جعفر العمدة وأكد أنه هو بيجسد دور سيف شاب عنده 19 سنة وكمان أحمد قال أنه حضر للشخصية عن طريق كلامه وجلساته الكتيرة مع المخرج محمد سامي وعن التشابه بينه وبين شخصية سيف قال اللي موجود بيني أنا وصيف إننا اشتغلنا من صغرنا وتحملنا مسئولية نفسنا وكمان المشي وراء الإحساس سيف بيمشي حسب قلبه وإحساسه وحسب كمان نفسه مش حسب الناس الشاعر تامي الحسين بيتعاون مع الفنان أحمد أمين في ثلاث أغاني جديدة من مسلسل الصفارة المنافس في دراما عشرين تلاتة وعشرين الأغنية الأولى هي تيتر مسلسل الصفارة بالمشاركة مع الفنان هشام عباس وألحان عزيز شفعي وتوزيع أحمد وحيد والأغنية التانية بعنوان اللي يحب بابا ألحان عزيز شفعي برضو وتوزيع تومة في أغنية تالتة هتطارد داخل سياق أحداث المسلسل واسمها الإرشين الفنان نضال الشفعي قال إنه بيجسد شخصية عبد العزيز الجروي واحد من القادة في زمن الإمام الشفعي في مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوي نضال قال إن عبد العزيز الجروي كان رئيس للشرطة والأيتاد ودار السق في عهد الإمام الشفعي وكانت مصر في الفترة دي بتعيش سرعات كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر